عقدت لجنة العاصمة بالمجلس البلدي ورشة عمل للسعراض ومشاهدة العرض المرئي الذي جهزه المكتب التنفيذي لبلدية الكويت لمشاريع تطوير العاصمة لعام 2013 وأكد رئيس اللجنة الدكتور حسن كمال أن العرض احتوى على المشاريع المزمعي قامتها في خطة التطوير ومنها المشاريع التنموية في المنطقة التجارية والخطة العمرانية لمدينة الكويت لعام 2030 ويهدف المشروع إلى تطوير الرؤية العمرانية للمدينة من شبكة طرق والنقل الجماعي والاستعمالات المختلفة للأراضي لتكون وجهة حضارية